اسمعوا هذا وش كان قال قبل سنتين او ثلاث سنوات في الفين وثمانتعش يحاولوا قدر المكان تخشوا ممكن تسمعوا بيه من يوم لهم خشوا داخل فارسلتنا اللي وعدتين للجزائر على الساس ان هذا العمل مش عمل يعني اخوت تستغلوا وقت الحرب وتقولوا اقدر حاولوا الحرب من جهة الى جهة يحول الحرب من جهة الى جهة هذا التهديد الليسمى روح الماريشال وهو احد اللي كانوا كان في الانقلاب العسكري القذافي في 1969 ثم اهانوا القذافي ايهانات شديدة وارسلوا الى تشاد وفي تشاد هزيمة نكراء وتسلمته المخابرات الامريكية السي اي 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 واصبح هو بقوله هو عميل عند السي اي اي وبقول مصادر عديدة اه هذا اللي جابوه بعدين باش يدمر الثورة الليبية طبع الثورة المضادة بضعة حال قادة هذا المجرم واخرين معه بدعم اماراتي فرنسي سعودي مصري وسكوت غربي احيانا واحيانا حتى من تحت لتحت يعني خلاف فرنسا اللي كانت علنية في الموضوع هذا هدد الجزائر قبل ثلاث سنوات كان تهديد ماذا فعلوا سكتوا فترة وكانوا مسمعوا ولا شي ومن بعد بدأوا يبعثوا له في المرسيل حتى بعثوا الوزير الخارجية باش يروح عنده يطلب منه كيفاش وحناك تقول هاد الكلام وهذا مو زعيج وهذا مو ذر طب بعدين خرج الناد غباء رسمي باسمه يقول لا ما كانش يقصده هو بصراحة قال ممكن نقله الحرب من منطقة إلى منطقة كان طبعا يحارف الشعب الليبي واذبح الليبيين في درنا وفي بنغازي ومن بعدها اذبحهم في ترابلوس وفي طرهونة وفي مدن أخرى بدعم قوى خارجية اليوم أو أمس ذكرت الأخبار من أنه سيطر على موقع محادي بل أنه بوابة ما بين الجزائر وليبيا تحت مدينة غاد وتسمى إيسن خلينا نوري لكم في الخريطة حتى تباني للناس هذه الخريطة هنا تبان يبان هذا اللي كان تحت الحكومة حكومة طرابلوس أو الحلافان تحت حكومة طرابلوس قام حفتر بإرسال ما سماه هو ب مئة وثمانية وعشرين قيادة الليواء مئة وثمانية وعشرين معزز تابع لقوات حفتر نشرت صور لتمركز قواته في المنفذ منفذ إيسن ما بين الجزائر وليبيا وقالت إنها تعززز وصلت هناك إلى منطقة الحدو الجزائري مع ليبيا وتظهر صور تمركز عربات مدرعة وأخرى ذات دفع رباعي طبعاً دار عملية استعراض عسكري بسيارات مدججة وسيارات دفع رباعي وإلى آخره وحتى الأسلحة الرشاشة المضادة للطيران بمعنى أنني هنا ونتحداكم ونسيطر على هذا الموقع وهو على بعد أمتار من حدودكم وشوفوا الرون وش ديرهم يعني جيش من أكثر من خمسمائة ألف عسكري وملايير الدولارات اللي تصرف سنوياً أكثر من مئة مليار في العشرين سنة الأخيرة حسب سيبري وهو مركز في ستوك هولم للدراسات السلام كما يسمى أكثر من مئة مليار دولار بمعنى أكثر من أحسبوا المليار فيه ثمنتعشر ألف مليار سنتيم المليار دولار يعني نحن نتحدث على ثمنتعشر في المئة مليون وثمنمائة ألف مليار سنتيم صرفت على الجيش الجزائري أو قالوا أنهم صرفوا على الجيش الجزائري طبعاً أجزاء منها ذهبت إلى حساباتهم في أماكن عديدة بما فيها دبي وبما فيها سويسرا وبما فيها الشينشتاين وبما فيها ليكسنبورغ وبما فيها أماكن أخرى للتهرب المال باناما وغيرها ونحن نعرف حالة الجيش والحالات اللي مرة توصل إلى الجوع داخل الجيش خاصة في الجنوب الناس تشرب من السيتير لنا المصدية وكثير منهم تصابون بالأمراض والأمراض اللي تدمر لهم أحيانا الكيلة وتدمر لهم أشياء كثيرة في أجسادهم هذا الجيش يهدده رئيس ميليشيا قبل سنوات يهدده صراحة وبخطاب واضح واليوم يرسل ما سماه بلواء مدجج بـ 128 ويحتل بعدما ربدا على تبون اللي قال بأثر رجعي تبنى البطولة قال لك احنا قلنا طرابلس خط أحمر ولو كان جاوزوا هذا الخط ولو كان دخلنا لما سألوا هذا الصحفي اللي بعثوه من الجزيرة الجزيرة اللي أصبحت الدير في تبييض للعصابة ما كانت تسمى بالرأي والرأي الآخر أصبحت رأي الدكتاتوريات إذا كانت في مصلحة دولة قطر طبيعة الحال إذا قال للصحفي هناك قال له بأن كنا سنتدخل بشكل أو بآخر بطولة بأثر رجعي حتى هذا البطولة اللي زعمها بأثر رجعي حفتر ودائميه وعلى رأسهم دولة المسخ دولة الإمارات بعثت لحفتر باش يهدد الجزائر والشعب الجزائري يسمع ويقرأ ويشوف الأخبار واتنقلاته جهات عالمية من أن حفتر يبعث بلواء مدجج بما فيها السلاح المضاد للطيران لما لم يكن السلاح المضاد للطيران إذا لم يكن المقصود ونقطة على التراب الجزائري إذا لم يكن المقصود رأني هنا تحدى فيكم أبعثوا طائراتكم السلاح لكل الشرين من روسيا وغير روسيا بوضوح الكرامة كرامة هذا الشعب تداس مرة أخرى من زعيم ميليشيا هذه هي البلاد عندما يحكمها شرذمة مفسدة ومجرمة من الجنيرالات اللي لا تعرف إلا قمع الشعب نهب الشعب قهر الشعب تفريق الشعب تمزيق الوحدة الوطنية تمزيق البلاد عن طريق عناصرها وعملاءها وذبابها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر